السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض فطاير لذيذة جدا باكتر من طعم هنعملها بطريقة سهلة وكمان سريعة كده ما بتاخدش وقت ابدا من غير ديق ابيض هنعملها بالديق الاصمر او ديق الحبة الكملة وكمان صحية وطعمها جميل جدا وكمان ينفع الاولاد ياخدوه معاهم في اللانش بوكس بصراحة كده انا عملت الفطاير دي الصبح فطروا منها بناتي وكمان اخدوه معاهم في اللانش بوكس سهلة وما بتاخدش وقت ابدا وطعمها جميل جدا ومغزية للاطفال شايفين الجمال ده صحية وكمان مناسبة للضايت يلا بنا نشوف طريقة العمل زي ما قلت في الفيديو انا هعمل الوصفة دي من الدقيق الاصمر الدقيق الاصمر له اكتر من اسم ممكن نقول عليه دقيق الحبة الكملة او الدقيق البر على حسب ما بتسموه انا بس هحتاج في الوصفة دي بالاكواب العيارية نص كوب عياري نص كوب بس من دقيق الاصمر او الدقيق الحبة الكملة ولو عايزين تبدلوه بالشفان امشوا برضو على نفس الطريقة نص كوب من مطحون الشفان وبرضو لو عايزين حاجة تكون خالية من الجلوتين انا عملت وصفات كتير لارواع من الفطاير مختلفة خالية من الجلوتين ودي بعض الصور للفيديوهات دي هتلاقي الفيديوهات دي موجودة على القناة هحط لكم الرابط بتاعة الفيديوهات دي في صندوق الوصفة نرجع بقى دلوقتي للوصفة بتاعتنا انا حطيت بقى دلوقتي نص كوب بالاكواب العيارية من الدقيق الاصمر اللي هو الدقيق البر وهضيف عليه بقى دلوقتي نص معلقة صغيرة من البيكينج بودر وهنضيف عليهم برضو دلوقتي واحط كمان دلوقتي راشة بسيطة كده من الملح انا استعملت ملح الهمالاية ممكن تستعمله الملح العادي وهنقلب بقى دلوقتي المواد الجفة دي مع بعض اللي هي عبارة عن الدقيق الاصمر بيكينج بودر وملح واحتاج في الوصفة دي بيضة واحدة بيضة واحدة صغيرة وكمان هنحط دلوقتي تقريبا كده نص معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنا بقى الاضافة اللي انا هحطها دي حسب الرغبة ممكن تحطوها او لا هنحط دلوقتي بمعيار معلقة الطعام ثلاث معالق كبار من الزبادي استعملوا اي نوع زبادي انتوا بتفضلون وهنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي مع بعض كده بالمضرب اليدوي وبالنسبة لحساسية الالبان ما تحطوه الزبادي اعجنوا بالمية يعني انا دلوقتي هخف القوام بالمية ممكن من الاول كده بدل ما تحطوا الزبادي تبدأوا تحطوا المية بالتدريج لغاية لما توصلوا للقوام ده بس انا حبيت احط الزبادي لان المعجنات اللي فيها الزبادي بتبقى هشة وطعمها جميل جدا وكمان مغزية للاطفال هنضيف المية بالتدريج انا مش هياخد كمية المية كلها انا جبت معايا كده ربع كوب بالاكواب العيارية من المية حطيت تقريبا يعني اقل من ربع الكوب اهم حاجة ان احنا نوصل للقوام ده بيكون معانا القوام بالشكل ده دلوقتي بقى يلا بينا نعمل الفطاير انا حبيت ان انا اعمل اكتر من طعم للفطاير يعني حجينة الفطاير زي ما قررت هلكو دلوقتي لكن هنخليها باكتر من طعم انا جبت بقى دلوقتي طاصة وطبعا لازم نستعمل طاصة غير لاصقة وحطيت مسحة بسيطة كده من زيت الزتون وهبدأ اعمل دلوقتي اول فطيرة معانا حطيت كمية كده ما هلقتين بس من الخليط اه واغطى عليها كده لغاية لما تستوي وبعد كده هقلبها على النحية التانية وهنا بقى حطوا بقى الطعم اللي انتو عايزينه اه ممكن على فكرة تخلوها فطاير سادة وتحطوا سمسة محبة البركة بس او ممكن تعمله زي ما هعمل دلوقتي علشان طبعا الشكل بيعجب الاطفال قوي حطيت تقريبا كده حوالي معلقة كبيرة من الجبنة المنزللة المبشورة واحط عليها بقى دلوقتي اي نكهة انتو بتحبوها انا اخلي اكتر من طعم حطيت كده شوية من الارجانو اللي هو زعت الارجانو وغطيت عليها كده لغاية لما الجبنة ساحت وكمان الفطيرة استوت من تحت وثبت عليها الحشوة اللي هي الارجانو وخلاص كده بتكون جاهزة معانا ما بتاخدش وقت ابدا ممكن تعمله فطاصة اكبر وتعملوها على شكل فطير صغيرة بس انا حبيت ان انا اعملها بالحجم ده هعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة ننظف فطاصة كده لو فيها اي بقايا من الفطيرة لقبل كده ونعمل مسحة بسيطة من اي مادة دهنية انتو بتفضلوها ونحط الخليط مجرد بس ان هي تسيب معانا الطاصة بالشكل ده هنقلبها بعد الوقت على الناحية التانية ونحط الحشوة اللي هي عبارة عن معلاءة كبيرة من الجبنة المتزرلة وعلى فكرة لو ما فيش جبنة المتزرلة مش لازم ابدا ممكن والفطير كده لسه مستودش على الناحية التانية تحطوا الحشوة اللي انتو عايزينها يعني تحطوا دقة زعتر تحطوا زتون تحطوا مثلا سماء اللي انتو عايزينه واول ما تستقوا من الناحية اللي تحت اللي بقوا على الناحية التانية تكمل سوا لكن انا بحط جبنة المتزرلة علشان يخلي الشكل حلو وكمل الطعم الازيز عملت الفطيرة التانية برضو حطيت تقريبا معلاءة كبيرة من الجبنة المتزرلة المبشورة وحطيت شريح من الزتون الاسود وهعمل برضو واحدة بنفس الطريقة كده نعمل المسحة بسيطة من الزيت الزتون او اي مادة دهنية ونحط كمية من الخليط ونغطي عليها كده لغاية لما تستوي من الطبقة اللي تحت وبعد كده بنقلبها علشان تكمل سوا يعني ايه لسه مستودش من ناحية التانية نقلبها كده عشان تكمل سوا ونحط تقريبا معلاءة كبيرة من الجبنة المتزرلة المبشورة وبعد كده حطوا الحشوة اللي انتو عايزينها انا حطيت بقى دلوقتي ايه رشة بسيطة كده من حبة البركة وخلاص كده من مجرد ما نغطي كده على الطاصة ان الجبنة المتزرلة تسيح وخلاص الفطيرة تكمل سوا بتكون جاهزة معانا. وهعمل بقى دلوقتي بنفس الطريقة كده بقى الكمية. يعني الخليط ده هيدينا سبعة من الفطير حجمهم متوسط بالشكل ده. ممكن تعملهم اكبر من كده او اصغر من كده زي ما انتو عايزين بس الحجم ده بالنسبة لي كويس اعملت برضو واحدة كده بشرايح الزتون الاخضر بعد ما استود بتكون جاهزة معانا. وهنعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة كده. بس المرة دي بقى حطت عليها سماء من فوق وبردو بنفس الطريقة بتكون جاهزة معانا في سواني. واخر واحدة معايا حبيت ان انا اعملها بقى بدقة الزطر. يعني بقى الحشوة زي ما انتو عايزين تحطه. ممكن كمان تحطه بواقي لحمة او فراخ بس يبقى الافضل ما تروحش معهم المدرسة. يعني تخلوها بس بحاجات بسيطة كده سواء بالجبنة او الزعتر او الزتون بتبقى حلوة اوي للمدرسة مع الاولاد. وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها بتكون معانا بالشكل الطحفة ده. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ومغرية كده للاطفال واهم حاجة الطعم. الطعمها بجد لذيذ اوي. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكو جدا وكمان هتعجب الاولاد. بتكون معانا بقى بالشكل الجميل ده. طبعا انا يعني تعمدت ان انا اغير كده في الحشوة علشان المتاح عندكو تستعملوه. مش شرط ابدا ان انتو تعملو حشوة معينة. وكمان على حسب ما الاولاد بيحبوا يكلو ايه. بتكون معانا بقى زي ما انتو شايفين كده طبعا لان هي بردت شوية فالجبنة المتزرلة بقت مسكة حبة. لو عايزين تكلوها تكون الجبنة المتزرلة بتمط بقى اما تسخنوه في المايكرويف او تكلوه هي سخنة على طول. دلوقتي بقى هقولكو ايه السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا. الكمية كلها او السبع فطير كلهم على بعض. السعرات كاملة 665 سعر حراري. انا بس حسبت السعرات لغاية مرحلة الجبنة المتزرلة. اما الحشوات بقى لحسب ما انتو عايزين. يعني السعرات الحرارية للخليط كله لغاية مرحلة الجبنة المتزرلة هكون السعرات كاملة 665 سعر حراري. 665 سعر حراري للفطير كلها مع بعض. عملنا سبع فطير حجمه متوسط بالشكل ده. عملنا سبع فطير حجمه متوسط بالشكل ده هتكون الفطيرة الوحدة 95 سعر حراري و13 جرام كارب. الوصفة سهلة جدا سريعة التحضير طعمها جميل جدا ومغرية للاطفال وبجد لذيذة قوي. في سواني بتكون جاهزة معنا. ودي بعض الفيديوهات اللي انا نزلتها مؤخرا على القناة هتلاقي كل الفيديوهات دي موجودة على القناة وكمان احط لكم الرابط بتاعتها في صندوق الوصف. مجموعة متنوعة من الفطير او الخبز بتكون جاهزة معاكم متنوعة كده لكل انواع الدايت وكمان لمرضة السكري وللكيتودايت. الوصفات سهلة وسريعة التحضير ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعلاقاتكم حلوة وبالف هانا وعافية. ترجمة نانسي قنقر